في الأولانية إزاي الناس تقدر إنه حتى بيهني أو بيشتمني وفي وشي كده وأنا أبص في أي نحية تانية أو أبقى هدية أو ما أردش أو أقول سلاماً سلام عليك وامشي صعبة يعني هي من صفات عبد الرحمن الصفات دي عايزة طاقة نفسية وروحانية وحب لله فبرضه يعني حدك تعلمنا كده إزاي نوصل لمرحلة زي كده نصر إليها من خلال الإيمان أنا كإنسان مؤمن أنا بتاجر مع ربنا بيعاً وشراءاً اللي قدامي بيه الله فيه بيهني يهدر قرامتي لا ضيرة أنا أتاجر فيه مع الله سبحانه وتعالى أنا أتق الله عز وجل فيه وإن عصى الله تعالى فيه أنا لا أتعامل معه دعك مما يقول وإنما هناك ملك يوكله الله تعالى نيابة عني للرد علي فحينما أقول له سلاماً يا سلام لو يعلم الإنسان عن عظائم الأجر والثواب كما قال الله إن للمتقين مفازها حينما لا أرد علي وحينما أتعامل معه بقول الله ويدرؤون بالحسنة السيئة وبقول الله ولا تسوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم فعلاً لن يستطيع الإنسان أن يفعل هذا إلا إذا كان قلبه موصولاً بالله وإلا إذا سكن الإيمان في قلبه لكن أصحاب النفاق أو أصحاب القلوب المريضة أو القلب الذي سكن الشيطان فيه وفيه العدوات سوف يكن له بالمكيال مئة مكيال ومكيال لأن الدنيا هي أهم حاجة عندهم بالضبط فالموضوع كله دنيا الموضوع دنيا أما هو لو يتاجر مع الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قالوا ما قالوا طيب أقول لي ما عليك على نقطة مهمة جدا الصديق رضي الله عنه أرضاه سيدنا ببكر الصديق لما ذهب واشترى بلالاً واشترى بلال بسبعة أوقية من الذهب الخالص والعبد أنا ذاك كان يتم شراؤه بربع يبقى اشترى بثمن كبير ورغم هذا قال عنه الناس والله ما فعل الصديق فعلته إلا ليد كانت لبلال عنده السؤال بلال عمل إيه للصديق ولا أي شيء وماذا يملك له تعبد مملوك عند أمي بن خالف لا يملك شيئا ولكن القلوب الضعيفة والمريضة وأصحاب السوء قالوا هذه الكلمة إلا حدث الصديق سكتاء ولم يفتح فمه بكلمة واحدة فتولى رب العالمين الدفاعا فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم الدين فقال الله الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وأنزل الله تعالى قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أنا كإنسان طيب لا يمكن أبدا أن يتكلم لساني بالبذاءات وإنما أترفع لأن طيب فده إنسان طيب فلابد أن يتكلم بالكلام الطيب حتى مع أهل السوق